اليوم حابة أتحدث لكم عن أهم الأشياء اللي لازم نثويها في كل غرف النوم غرف النوم هي أول مكان بتشوفها الصبح أول ما تقعد وآخر مكان بتشوفها بالليل فلازم تكون ملائمة لي لأنه هو المكان اللي بسمت كل طاقتي منه أهم نقطة حاولوا تبتعدون عن الألوان الفاقعة والنارية الأحمر الأصفر البرتقالي روح عند الألوان الناعمة الباهتة المحايدة الفاتحة أزرق أخضر بيجيات رماديات ألوان مريحة ألوان طبيعية ثاني شي عدم التوازن في الأثاث مثلا كل الأثاث متواجدة متراكمة مطوفة وحدة و التوزيع ولازم للأثاث يكون متوازي في غرف النوم وعلى أي قطعة قاعدة دخلها بغرفة النوم لازم تكون ملائمة لها من ناحية لون شكل رابع شي وائد مهم الخصوصية ما يصير أول ما يبطل باب على طول بويه السرير المفترض أحاول يعني حتى ممكن باعتشن أو جبسنبول تعطيني عازل خصوصية بغرفة النوم أحاول هذا طبعا يرجع حق النقطة السابقة توزيع الأثاث يرجع أثاثي وبطريقة ملائملي خامس شي جدا مهم السرير واي مهم يكون فيه هيد بورد مريح والأقمشة يعني تكون خامتها صح و ناعمة و مريحة والمخدات والثرو لازم نكون حريصين أن نختارهم من أفضل الأنواع السجادة جدا مهمة بغرفة النوم أنها تكون تحت السرير خصوصا إذا أغضياتنا ما هي باركيل يعني رخام ولا سيراميك ولا شي ثاني تحددلي مكان السرير بعدين تعب ودفى نفس الوقت وتلمني المساحة على بعض أصلا آخر أهم نقطة هي الإكسسوار جدا مهم أني أحط إكسسوار بغرفة نومي أو شي تعطيني ملمس يديد للمكان وهنا راح تميز غرفة نومي عن أي غرفة نوم أو أي مساحة ثانية بالنسبة وهذه كانت أهم النقاط اللي لازم نعطيها أهمية وبتصميم غرفة نوم